الامساك والطب الالحاك وبثي الامساك قد بعض يرونه بان شيء طبيعي لكن اي شخص عندما يبدأ يصاب بالامساك تبدأ تحدث علامات وجود مخاطر قادمة صحية فالانسان من جانب واحد الاطعمة التي يتناولها بشكل يومي هذه الاطعمة تمر بمراحل كسرها عن طريق الانزيمات وظيفتها كسر الاطعمة ومن اجل انتاج الطاقة للخلايا على وعلى بناء الانسجة والخلايا والعضلات ومن ثم تبقى نفايات الاطعمة هذه النفايات يجب ان تخرج ولا تبقى بداخل المعدة وكلما ظلت لفترة اطول كلما كانت تمثل خطرا جسيما على اعضاء جسم الانسان فهي نفايات سامة مكونة من ثاني اوكسيد الكاربون وغاز الميثان وكابريتيت الحيروجين وذي مواد خطيرة وسامة تؤدي لتسمم الخلايا خلايا جسم الانسان وهي كما ارتعينا تمثل من اكثر مخاطر اصابة الانسان بامراض كثيرة متعددة كما ارتعينا ما يقارب تسعين بالمئة من الامراض والحالات الصحية المتقلبة وحتى التوترات والاصابة بما يأتي في جانب اخر هو الصحة العاطفية تقالبات المزاجية وما شبه ذلك ولذلك الامساك يكون نتيجة نعود الى الاسباب الجذرية للاصابة من الامساك تبين في البحوث العلمية بان المعدة تستهلك ما يعادل عاشرة لترات من الماء لكي تكتمل عملية التمثيل الغذائي بشكل سليم وبتالي عند النقص كمية كافية من المياه تبدأ تحول هذه النفايات الى مواد صلبة ومن ثم تؤدي ما يسمى بالامساك الاصابة بالامساك ومن خلال ابحاثنا العلمية على مدى 13 سنة منذ عام 2007 وحتى تاريخه اتضح من خلال هذه الابحاث بان الانزيمات تعتمد اساسا من الدرجة الاولى على مدى توفر مواد اساسية وهي وقود طبيعية انعمة لانسان بها لاكتمال وظائف الجسم بجميع جوانبها جميع خلايا الانسان جميع اعضاء جسم الانسان كل وظائفها تعتمد على مدى توفر هذه المواد الاساسية الطبيعية فان استنزف وحدة منها او نقص كمية من حد الوصوله لحد الادنى اذا تبدأ تحدث ما يسمى بالاعراض الجانبية وهي تقلبات الصحية وممكن تؤدي الى الاصابة بما يسمى بالمرض ان كان مرض موسمي او مرض مستعصية وبذلك وجود تحديدا واستثنائيا الماء الاكسجين الهيدروجين والطاقة تفعل جميعها الانزيمات ومن ثم بفعالية التخلص من هذه النفايات تحويلها الى نفايات غير صلبة اي على شكل كأنها سوائل لكن اقل من ذلك خلطة بين الصلبة وهي مواد ناتجة من نفايات هي نفايات الاطعمة وتكون مختلطة بهذه المواد الطبيعية لعملية تخفيفة تصلبها ومن ثم اخراجها بشكل طبيعي وهذه النصيحة الهامة التي نوجه للجميع هذه ظاهرة تنتشر لدى الكثير وهذه معتقدات خاطئة على الكثيرين يستخدمون حجة انه مجغول بالعمل او مرتبط او البعض يقول لا يريد يذهب الى دورة الماء عزكم الله لقضاء الحاجة من ثم يبدأ يمسك ويمسك ويحاول يمتن عن قضاء الحاجة يؤخر وهذه ظاهرة خطيرة للغاية مما يؤدي الى هذه النفايات تتحولها الى نفايات صلبة تتصلب لان من جانب واحد المعدة تحول خراجها ومن جانب اخر محاولة لمساك بها عدم قضاء الحاجة لذلك يؤدي الى تحول هذه النفايات الى مواد صلبة وهناك اسباب اخرى جذرية لاصابة من الامساك كما اتضحى بدلائل علمية ومعاملية وجود ابحاث وتتوفر روابط لدينا الادوية ايضا من الدرجة الاولى اي دواء اول مخاطر تؤدي اضرار هو الامساك وكذلك الكبد لذلك الانسان على شكل مصنع مكتمل كل اعضاء وكل الخلايا فان التأثر عضو واحد او التأثر هناك وجود خلل في مكان ما يحدث خلل في مكان اخر لذلك حتى الرجوع الى الطب الصحة الشمولية كي الانسان لشكل كيان مكتمل من جانب من اربع جوانب الجسدية العاطفية العقلية الروحية فان تضرر جانب واحد تتضرر جميعها وان اخذنا مثال لسيارة السيارة بغض النظر عن قيمتها او صنفة فالعب هي هي تعتمد على وقود التي تمشي هذه السيارة هذه الوقود صغنها مسمى واحد مسمى وقود لكن تحديدا تكون على سبيل المثال هذا ليس للحصر زيت المحرك مياه المكينة الريديتر زيت الفرامل زيت ناقل الحركة ومش بذلك اذا نقصت واحدة من هذه زيوت لا تستطيع تتمشي هذه السيارة هذا جانب وجانب اخر السيارة لابد ان يتم لها صيانة دورية حتى تبقى على فعليتها بشكل سليم وانا تضررت وتعطلت السيارة وقد تتحول الى عطل جسيم يؤدي الى تكليف باحظة لسيانة السيارة هكذا جسم الانسان يعتمد اول شي على مدى كيف يحافظ على صحته بشكل دوري من خلال كما توصل اليه من هذا العلاج الطبي الحاقوة حاقوة حاقوة رفايتلايز اعداد احياء من خلال حاقوة ومعنى حاقوة هو حط اكوة حط اكوة اي الماء ساخن لذلك الانسان مجرد الانسان مجرد يستنزف من هذه المواد الطبيعية التي لا يمكن يصنعها الانسان فالانسان ليس روبوت او انسان الية يمكن تغيير قطع غيار او توفر وقود اصطناعية على غرار السيارة بل يتضر انما تتداخل اجسام خارجية بداخل جسم الانسان على غرار الادوية بحجة انشفاء من الامراض الوقاية هذه المواد كيميائية تحملها هذه الادوية ولا قغير طبية واللقاحات طبية بجميع انواعها تؤدي اضرار الجسيم على جسم الانسان ومن الدرجة الاولى ضعف قدرة جهاز المناعي من ثم لاحقا يصبح جسم الانسان غير قادر على حمايته من خلال جهاز المناعي لا يستطيع حمايته من اجسام غريبة تأتي من الخارج من الفيروسات والبكتريات وما شبه ذلك وهذه المواد الخارجية من الفيروسات والبكتريات الضارة والمواد السامة نتجة من الادوية الاقاقير الطبيعي التي صنعها الانسان بجميع انواعها بحجة الشفاء او وقاية من الامراض كلها تمثل خطرا جسيم على جسم الانسان وهكذا المواد الكيميائية في الغلاف الجوي وما شبه ذلك يصبح جسم الانسان جهاز المناعي ضعيفا واضعف ومن ثم يبدأ الانسان يتعذب ويتعذب ويعيش حياة يعتمد على ما يسمى العاققير الطبيعي طوال حياته وكم من هؤلاء الذين يعيشون بعذاب معاناة طويلة بسنوات عديدة وهم يتعذبون بحجة اصابتهم بما يسمى بمرض او امراض مستعصية وإلى متى تستمر هذه المعاناة إذا أخذنا دقيقة الصمت لنعود إلى كيف يكتمل خلق الانسان بالداخل رحمة الامة دون اي استثناء ما عاد باستثناء فقط اول مخلوق بشرية ادم وحواء عليهم السلام لكن بعد ذلك لا يوجد اي انسان على مرة تاريخ وحتى في عصرنا الحالي اكتمل خلقه إلا هو محاط بداخل رحمة الامة بسائل ما يسمى في الطب سائل الامنيوسي اي سائل الرحم وهذا سائل تحديدا مكون منه الماء والطاقة والاكسجين والهيدروجين وهذه مواد طبيعية وفرة لدى الانسان يكتمل خلقه مجانا ولا يستطيع اي انسان بحجة باي محقق من العلم او التكنولوجيا او التطورات يستطيع يصنع واحدة من هذه المواد لا يستطيع الانسان ان يصنع الماء او يصنع الطاقة او يصنع الهيدروجين او يصنع الاكسجين جميعها هذه توفرت مجانا لدى الانسان يكتمل خلقه لكن مجرد يأتي بعد الخلق اكتماله والولادة ينقطع هذا الامل انتظارا لمن سيأتي باكتشاف حتى على الانسان يواصل هذا هذه المواد الطبيعية تغذية جسم الانسان وتغذية كل خلية من خلائج جسم الانسان لذلك يكون الانسان مجرد فور ولادتي ينقطع هذا الامل ولذلك اكتشاف والتأسيس الطب الهاكوباثي هو من اجل ان هذه مواد طبيعية مدعومة بجميع براهين علمية وفي القرآن الكريم وفي جميع الديانات مدعومة بالكامل بان فعلا جسم الانسان يعتمد من الدرجة الاولى على مدى توفر هذه مواد طبيعية وعند استنزاف على غرار وقود السيارة فان استنزف واحدة فقط من هذه المواد الى مستوى الحد الادنى تبدأ تحدث اعراض صحية جسم الانسان يبدأ يعطي علامات او مؤشرات بقدوم خطر اي بمعنى اخر اذا استنزف الجسم من حد الادنى من كمية المياه في داخل الجسم الانسان فالانسان البالغ مقون من نسبة 75% ماء فاذا وصلت نسبة الكمية الماء مجرد اقل من ذلك اذا يبدأ تحدث تبدأ تحدث علامات على وجود خطر صحي قادم وهكذا لبقية المواد الطبيعية هكذا بالنسبة بالنسبة الاكسجين واذا الانسان يمثل بهذا النسبة الكافية من الاكسجين وكذا الهايدروجين وكذا الطاقة اذا استنزف واحدة من هذه المواد بحد الادنى من الكيمية هناك مخاطر جسيمة قادمة ومن اجل الحفاظ على هذه المواد لكون جسم الانسان يمر بالشكل يومي وبالشكل كل دقيقة تتساقط خلايا تموت خلايا بما يعادل 75% الى 100% مليار خلية وهذه الخلايا عندما تموت اسم الانسان خلال جهاز مناعي تأتي خلايا جديدة لتحل محل الخلايا الميتة ما يسمى بالاضرار الراديكالية الحرة هي نتيجة وجود التساقط عدد الخلايا بشكل اكثر اي الانسان عندما يصاب بأي اذى سواء تقلب صحي ومن ثم عند نقص اي واحدة من هذه المواد الاساسية يبدأ يمر باضرار الراديكالية الحرة اكثر عن ما هو المعتدل بتالي لا يستطيع جسم الانسان يؤوض كمية هذه الخلايا الميتها وبالتالي يبدأ تبدأ تحدث مزيدا من علامات تدهور صحي للانسان لذلك لنعود الى الامساك لتفادي الاصابة بالامساك ضرورة قصوى الالتزام الشامل والكامل للبرنامج الصحي والعلاجي لتناول الماء الساخن لدى الكبار بدرجة الحرارة محددة وبالكمية والتوزيع المحدد ولدى الصغار بدرجة الحرارة محددة وبتوزيع والبرنامج محدد وبذلك حيث الانسان هو مخلوق وليس مصنوع وليس انسان آلية مصنوع صنعاه الانسان فمن خلقه وهو يحمل من جانبين الجسد والروح وبتالي يظل الوقاية من الاصابة بالامراض او اي تقلبة صحية او اي خلل في جانب صحة الجسد او العطفية او العقلية او الرعوية مع حفاظه بهذه المواد الطبيعية بما ان اخر نستطيع نقول قانون الطبيعة جال الله تعالى سببا فيظل الانسان مكتفيا ويعيش وينعم بالصحة وفيرة بجميع جوانب الصحة الاربعة الجسدية العطفية العقلية الروحية وتنعم البشرية على الكرة الارضية فمهما بلغ الانسان وصل وحقق من التكنولوجيا لكن بجانب الاخر يظل اللغز فيما تعلق بالانسان ذاته في كيفية الوقاية من الامراض او وقاية من الاصابة بالفيروسات او بكتريات او مواد سامة ما شبه ذلك او اي تقلبات صحية في الظل هذا هو اللغز والكنز المفقود والمفتح السر لتحقيق الصحة الشاملة وكذلك حتى مع الامساك تحديدا او اي مشكلة صحية اخرى هذه الحلقة اختصرت ما يتعلق بالامساك لذلك تتجنب محاولة امتنع بذهاب الى دورة المياه عزيكم الله لقضاء الحاجة سوى تباول او الخلاف ذلك ثانية ضرورة الالتزام ببرنامج حفاظ على هذه المواد الطبيعية الارباع الاساسية الطاقة الاكسجين الهيدروجين وهي من مصدر واحد الماء الساخن نصل على التوفيق كل من يستمع هذه الرسالة صوتية ينشرها لكل معارفه حتى تتواصل هذه الحملة العالمية التي انطلقت من سلطان العمان الى الولايات المتحدة الامريكية وصل الى كل من الذي يمديده ينعم بحياة صحية وهو الان المفاتيح امامه صلى الله تعالى كل من يتقبل كل من يحق هذه الصحة النعمة الربنية تاج فوق رؤوس الاصحاء لا يمكن شرائها بالمال او باي سلطة فالمال وسلطة لا تشتري الصحة الصحة للجميع وان كان المال يشتري الصحة لم لا وجدنا الاثرياء وما شبه ذلك يعانون من امراض مستعصية ويتعذبون لفترة طويلة من الزمن لذلك من خلق الانسان الله صلى الله تعالى العلي القدير هو الوحيد القهار الذي يشفي الانسان ويحميه من كل ما يقروه ويجعل هذه نعمة ربانية هي الاساسية في خلقه ولذلك الاساسية الاستثنائية في الحفاظ على صحته الشاملة الجسدية العطفية العقلية الروحية معا في هذه الحملة العالمية نحو تحقيق الصحة لكل من ينادي حتى يستمتع ركوب هذه سفينة الحياة العملاقة التي تقود ركابها على متن الدرجة الاولى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معدل حلقة ومتحدث الدكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري مواطم من سلطانة عمان هنا في الولايات المتحدة الامريكية ولاية فرجينيا من عجل مواصلة هذه الحملة والتحقيق وبناء خطة استراتيجية على خطتين واحدة إجراء أبحاث سريرية ومعملية وتجاوز التحديات التي تعيق لإجراء هذه الأبحاث اللهم مالك الملكة بفضل تعالى وبقدرته الخطة الثانية حتى توصل هذه خدمات على العالم لكل من يسع إليها بإنشاء مشاريع العافية متعددة أغراض مركز مراكز العافية مراكز العافية و سبا وانظمة سكن ومنتجعات العافية ل و سبا و مدن العافية و منظمة الصحة منظمة العافية غير ربحية في غدمة المجتمع وأكاديميات تعليمية وتدريبية للطب الحاكوباثي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر